بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي مشاهدي قناة الأهلي في أينما كنتم في برنامجكم مالكو كتابة القيم المبادئ التقاليد ثوابت صنعة مجدى الأهلي لا يملك أحد طرف التفريط فيها إبراهيم أهلا بك بشمونس أهلا بكو عزائي المشاهدين ومواد أتجدد معكم والحلقة 670 لقاء الخميس من مالكو كتابة حلقة جاية في توقيت مهم جدا عشان كده أعتقد كان من المهم بعد الاستهلالية المهمة اللي قالها المهندس عدلي نحن نقول لكم حلقة النهاردة بحالها كده على مدار ساعتين ستحمل فقط المضمون والتأكيد والمغزى من حقيقة مهمة تقول الماضي يولد الآن يا سيدي عليك الماضي يولد الآن براضي ده الأهلي كلام جميل جدا عجبني قوي التلخيص اللي انت عملته ده الماضي يولد الآن شوف فكري باشا أبراه هو يستاذ على الآن من شيوخك اكتسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا باسمنا طبعا عشان كده انت دايما دايما في الأمام ما هو شوف المالوش ماضي مالوش مستقبل طيب الكلام ده ليه يا جماعة الماضي يولد الآن ليه مبارح جهاز الكرة في النادي الآلي كابتن سادة عب حفيز أعلن عن قرار بإيقاف اللعب محمود كهربا لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه حد هيقول لي اه ايقاف لعب طيب ايقاف لعب مهم لعب دولي مهم في توقيت أهم في ظرف أصعب كهربا لعب مهم توقيت الأهل بصدد مباراة مهمة جدا مع سبا التنزاني مع فيتا كلاب الكنغول إن شاء الله تسعة مساء السبت في الظرف صعب لأن انت بتتحدث عن غيابات ليست بالقليلة داخل صفوف الفريق ومع هذا يصدر القرار والأسباب تربوية تتعلق بعدم الالتزام زي ما قال الكابتن سادة عب حفيز مدير الكورة في قراره دائما في الأهل هناك المهم والأهم مهم ودائما الأهم بالنسبة لنادي الأهل النظام والالتزام والتقاليد والمبادئ والقيم اللي البعض هيتجنن كل ما بيسمحها واللي البعض للأسف الشديد وصلت به الأمر داخل النادي الأهلي إنه يتساءل عنها في لحظة ما خلتنا نفسنا كدنا نفقد ثوابنا النهاردة النادي الأهلي بالمواقف اللي بيعملها بيدعم وبيؤكد إن الأهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم بيستمد ما كسبه من عظامته من عظامته وعظامته اللي هي إيه ترتيب الأولويات الأوليات اللي عندي الصح والغلط عمره ما كان فيه مساومة في هذا الأمر مش اللي تكسبه لعبه النتائج فطبعا الاستهلالة دي والموضوع اللي انت بتقوله معلش هو مش لأن كهربا إحنا بنحتفي بإيقافه بالعكس إحنا متضايقين جدا طبعا لأن كهربا لعيب يملك أن يكون ذلك اللاعب الذي يحدث الفارق وأنا دايما بقول لك إحنا مش عايزين لعيب كويس إحنا عايزين لعيب يحدث الفارق فكهربا يملك يملك الأدوات دي لكن بضيع وقته وبعدين أنا هتكلم على الحادثة دي بالذات طب ما هو قبل كده فيه قراط أقصى من دي اتخذت لكن التوقيت بتاع الإقاف اللي جاء من النادي الأهلي في هذا التوقيت كان ممكن ناس كتير جدا تقول لك ألا ده انت داخل على مطشات مصيرية في ترتيب المجموعة طبعا ومحتاجه جدا 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 ثلاث مطشات أفريقية مؤثرين جدا انت تقريبا هيرجع لك بعد ما المشوار الأفريقي يكون اتحسن اتحسن لكن الحزب عند النادي الأهلي مش كده وانت عندك من الأدلة والفيديوهات ما هيؤكد هذا المعنى صحيح منس عدلي قال جملة مهمة جدا هذا ليس احتفاءا بعقوبة لاعب لكن احتفاء بالمبدأ لأنه بعض الجماهير الحياة مبارح لما القرار صدر لما تبصوا على ردات الفعل الحمد لله إن الأغلبية الكاسحة وقفة في المكان الصح شايفة إنو الأهلي دايما بيتصرف بهذا الشكل وفي ناس اتكلمت فيه معنى احترافي ليه يتوقف اللاعب وحتى في حد خد وده معايا كتير في الشاتنج فقال طوله وانت ما سمعتش الكلمة للمهانس عادلي بحى صوته هو بيكرر يا جماعة حبوا الأهلي زي ما شفتوه زي ما لقيتوه مش زي ما انتو عايزين تودوه لا الأهلي بهذا الإرث اللي انتو هتشوفوه ما أصبحش الأهلي وما تميزش وما اختلفش وما تفوقش وما أسعدكوش إلا لأنه بيتصرف صح الضعف مش هييجي في القرار علشان اللاعب مهم ده كل الواقع اللي انت هتشوفوها بالمفارقة وبالمصادفة ما بتخبطش إلا في لعب مهم جدا هي كده وما بتخبطش إلا في توقيت صعب قوي وفي ظرف بيبقى صعب قوي بس هي كده دي منظومة القيامة اللي بتحكم بالنادي الأهلي واللي خلته مختلف واللي خلته بطل انتو بتفخروا وبتسعدوا بيه لغاية النهاردة واللي الأهلي بيعمله غيره ما يقدرش يعمله وما نقدرش نقول لي غيره اتصرف زي ما الأهلي بتصرف احنا قبل كده قلنا لكم كتير المقارنة ظلمة لكل الأطراف الأهلي بيتصرف لأنه عنده هذا المخزون القيمي اللي بيستمد منه حتى على الأهلي النشيد بتاع الأهلي من شيوخك اكتسبنا مجدينة يعني شباب اليومين دول لو ما استفدوش من هؤلاء الشيوخ وقيامهم وكل تقاليدهم وكل تعاليمهم في الحفاظ على الأهلي هيبى الكلام مش صح الدنيا هتروح في سيكة تانية خالص المبادئ والقيم والتقاليد مش وردة في عروة الشاكتة بتتعيق بيها ايوة لا ده أنا ليه قلت طرف ليست طرفا يملك قاعد التنازل عنه ماهيش وجاهة ممكن تقول ما تفوت المراضي لا هي قناعة هي سلوك هو تربية هي ثقافة هي عظمة اه 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 احنا متشبسين بيها وحرصي في مطال حرص ننقلها للأجيال اللي جايزة زي ما وصلت لنا زي ما وصلت لنا ايوة احنا مش النوع اللي مش الاهلي اللي بيفرح بالانتصار اللحظي اللي ييجي بأي طريقة اذا كانش القيمة تؤدي الى النتائج فالتزم النتائج يعني مؤقتا الى حيث قلقت زي ما بقولوا لان النتائج اللي تيجي مبني على غير قيمه على ثوابت وعلى مبادئ هتخلي الاهلي اضعف عناصر اللعبة ايوة هو قوة الاهلي في ايه انه اقوى عناصر اللعبة ايوة الاهلي الكيان المؤسسة الذي يمثله اجيال متعقبة بتروح وبيجي غيرها بتروح وبيجي غيرها مهما كانت قواتها ايوة بيجوا على نفس النهل ايوة لا يملكوا التفريط ما عندهمش ايوة فرصة ان يفرطوا بالزبط ليه لانه هو ده هم مختنعين بكده ولقوه كده ولازم يحافظوا عليه كده وسلموه كده فلما بقول للشباب ده حبوه كما وجدتموه مش بنكر عليهم حقهم او بقول من بيحب الاهل اكتر من التاني بس حبه صح ايوة حب الاهلي صح في التأكيد على كده والله يا بشوانس من اسبوعين تقريبا وانا داخل النادي فيه عضو في النادي كبير فسان انا اسف ما افتكرتش اسمه بس اعتقد دكتور جامعة قال لنا الدكتور عادل او حاجة قال لنا كنت طفل صغير هنا وكان الكابت المختارة تيتشي بقعد في الجنينة فاول ما يشوفنا يجيبهم عشان يسألهم الاخلاق ولا البطولة هتصور الحرص انه يغرش هتقول احنا كنا اطفال صغيرين ويقول لهم لا انت في الاهلي يبقى لازم ان تبقى عارف ان الاخلاق قبل البطولة لان الاخلاق هتجيب بطولة البطولة مش هتجيب اخلاق ده بالعكس ممكن تضيع الاخلاق لو انت تغريت ففكرة الحفاظ على الاخلاق الحفاظ على المبدأ الحفاظ على الالتزام احنا هنا بنتكلم من وحي هذا القرار في التأكيد على اهمية الالتزام في النادلان وليه بقى من شيخك لانه انا لقيت بعض ردات الفعل مبارح حد بيقول لي يعني هو يعجبكم كده ان يطلع فلان يقول لك مش قلنا لكم مش حذرناكم ان انتم تخطفوه وتاخدوه فالناس عايزة تقيس قرار الاهلي على شماتة الاخرين مش شماتة او على رد فعل الاخرين هو انا عايزة فهم هو انت ما احنا جايين بنحاول نزبطه ايوه هو جاي متلخبط بالزبط هو لو جاي جاي بقناعة سليمة ما كناش تعبنا معاه اه انما احنا جايين بنحاول نزبط الحتة لنقصة لاعب ممكن يبقى من اهم لعبة جيله ازاي تحفظه على نفسه احنا يعني يا تبع كده يا بلاش ايوه احنا احنا يعني مش بنغيز احنا مش بنغيزك بشك ولا في دماغنا بكهربا ولا في دماغنا واشنا مش بنغيزك وبنقول عمالنا عليك صفقة وعلمنا عليك خالص ولا في دماغنا وخلي بالك يمكن الايام بتثبت دلوقتي ان كان انضمام كهربا ليس مخططا اهلويا كما في الاساس لما هو جاء نتاج تفكير عميق ويعني عشم وامل انه يجي في فرصة يجي ياخد الفرصة ومع سيستم القالي نشوفش كهربا جديد وحنشوفه باذن الله ان شاء الله دي في ايده هو مش فيدي حد تاني اوعى تدي ودنك لحد عايز تستوعب الدرس حيباني لمن الجاية حتستحمل ظرف صعب بس ترجع منه شخص جديد عشان كده حلقة النهاردة لكل لاعب في النادي الاهلي لكل لاعب في النادي الاهلي عايز يستمتع ويعيش ويستفيد من مجد العلاقة مع النادي الاهلي يقدر لازما عشان يقدر ولازما عشان يحصل ده يعرف انه الف باقي العلاقة مع النادي الاهلي الالتزام والانضباط والاخلاق غير كده كائن من كان لا احد يملك طرف التفريط في ثوابت النادي الاهلي يعني مش بمزاجة مش بمزاجة عايز تفضل هنا والله اخلاقيات هذا المكان هي بهذا الشكل دوابط هذا المكان هي بهذا الشكل تقاليده تقاليده وقيمه ومنظومته جمهوره جمهوره اللي احنا بنقول لهم الان كهرباء صدر ضده قرار سيبه مع نفسه بقى الناس تنسى خالص العقوبة يتساب كهرباء مع الجهاز الفني مع جهاز الكورة كل يقرر ما يراه بدون اي اجتهادات وبدون ما نقفز على القرارات ده كله مطروك حبوا الاهلي زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي من مئة سنة احنا جبنا لكم الحلقة اللي فاتت عشان تشوفوا دوابط وقيم النادي الاهلي بتسمع في محيطه ازاي هتكرر لكم فيديو نجم عراقي نجم الكورة العراقية ميثم عادل الرجل كان ضيف في قناة عجمان وبيتكلم على الاهل المصري بس لعدة واحدة بس ميثم ميثم عادل مش هيثم ميثم ابن ميم اذا انت تقصد ان تقولها ولست لمخطئة بزبط اي وقت يعني ايه ميثم ميثم اسم عربي قديم الشخص واثق الخطوة شديد السقة بالنفس ده ميثم عادل نجم كورة عراقية دولي كبير عرضنا لكم الفيديو ومدرب ومحلل ومدرب ومحلل وماشاء الله لعب عنده مخزون رياضي كبير جدا وعنده تاريخ وكان شارك في تصفيات اطلنطا مع المنتخب العراقي بس بقولكم الرجل مش مصري مش عايش الحالة بتاعة جمهور الاهلي بس وصل له قيم النادي الاهلي واسباب تميز النادي الاهلي اللي حنوريكم شهادات الاخرين ومنافسيه عليه وصلت لغاية الفيفا بس هفكركم فيديو ميثم عادل لانه من خلاله هنصر القصص مهمة وعندما نتكلم عن المبادئ والقيام يابد ان نستذكر الاهل المصري الاهل المصري هو قمة في هذه المواضيع شوف النادي الاهل المصري في عام 1918 عندما قام ست لاعبين بالفريق بالاستقالة ولو ذراع الادارة ماذا عمل عبدالخالق صروة باشا اللي كان رئيس النادي في ذلك الفترة قال لهم اذهبوا حيث ما شئتهم اذهبوا احنا مريدكم احنا نادي كبير الاهلي اكبر من الجميع كانت هذه اكبر رسالة يوجيهها عد غاية في عام 1928 عندما قام حسين حجازي بعدم استلام المدالية وقام بارغام اللاعبي اللاعبي الفريق الاهلاوي لانه حصل على المركز الثاني ماذا عملت الادارة في تلك الفترة ماذا عمر جحفر جحفر والي باشا رئيس النادي اوقف حسين حجازي ومنعه حتى من لعب نهائي كأس مصر في تلك البطولة وفاض فيها المبادئ دائما تنتصر في عام 85 مسألة جدا مهمة وهي الجوهري عندما قدم استقاطه بسبب قضية محمد عباس و16 لاعب اهلاوي تكتل معه الجوهري لكن الادارة اللي كان في وقتها حسين حمدي او حسن حمدي نعم في تلك الفترة المشرفة على الفريق قبل الاستقالة وقال نلعب بفريق الناشئين ثم عاد جوهري وقدم احتذاره ولم توافق الادارة على قبول احتذار 16 لعب ولعبوا فريق الناشئين في ربع نهاء في ربع نهاء كأس مصر فازوا على الزمالك بهذا الفريق 3-2 وفازوا على الترسالة ثم فازوا على الإسماعيلي 1-0 في انه حصلوا على البطولة وهنا انتصرت المبادئ والقيم ثم نتكلم عن 93-94 عندما قام حسام حسن في مناوشه مع لاعب المصري ناصر التليس ناصر التليس شهاد العلومات ما يثم اليوم لا هذا قيم ومبادئ قيم ومبادئ نتكلم عنها عبدالله ترى شو سوى حسام حسن طرد الحكم طرد الحكم طرد الحكم اللاعبين فرمى خلع قميصة ورمى في أرض الملعب حسام حسن وهو كان أسطورة ماذا قال المايستر وصالح سليم ماذا قال لألين هاريس قال له يا أخي نريد هذا اللاعب هذا اللاعب مهم قال نحن نعم سنخسر بطولة ولكن لن نخسر مبادئنا بقيمنا هذا صالح سليم هاي مبادئ الاهلي انت اليوم الخطيب في مسألة صفقة القرن الخطيب اليوم امتداد لعبدالخالق ثروة باشا امتداد لجحفر والي باشا امتداد لكل لكل رؤساء الهلال الموجودين طيب او عفوا الاهلي الموجودين الاهلي كيان كبير طيب اللي سردوا وعددوا وظل يتحدث عنه الكابتن الكبير ميثم عادل ده ايه هو لم يسرد بطولات لم يسرد ارقام انتصارات لم يسرد جون عجبه مشارك عجبته مباراة عجبته بطولة عجبته ريادة النادي الاهلي وعدد بطولاته انما السرد روح الاهلي اللي هي ايه هذه المواقف هي اللي خلت ان الاهلي له روح له طعم يستلهم ملهم يستلهم منه خلته يعدد هذا التاريخ اللي حفضه عن ظهر قلب هو اكثر حاجة علمت عنده هذه المواقف المتتالية في اجياء المتتالية قرارات لا يأخذها اللي لا القرارات صعبة جدا لما تفكر في حينها انت بتتكلم على اقاف لاعب لمدة شهر وتغريمه ده 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 احنا وقفنا سبعتاشر لاعب اربع خمس مباريات في مشوار كأس مصر وفي الاخر تستور انك تكسب كأس مصر هذا هو الاهلي وده اللي بيعيش فيه روح الاهلي التي يقدمها الى العالم كمصدر الهام طيب يعني الكابتن ميثم عادل في تجميعة المواقف اللي قالها عن نادي الاهلي اكدنا على حقيقة مهمة انه قد كده المواقف بتعيش وريحتها بتنتقل الى محيطها لان انا كنت افهم انه ميثم عادل لو صحفي او موثق او مؤرخ هيكون من الطبيعي مطلع وقاري ومتابع لكن احنا بصدد لاعب ده لاعب دولي في المنتخب العراقي واحترف في نادي الاماراتي الاماراتي وفي نادي الشرطة العراقي وعنده تاريخ كرياضي انما عايش كيمة الاهلي ومدرك هذا التاريخ الناصع هنطلع على فاصل وبعد الفاصل كلام هيعجبكم جدا اعلا بحضراتكم من جديد والماضي يولد الان استعرضنا قبل الفاصل بعض الحالات اللي حنقف معها مع حضراتكم اللي كشفت عن سر تميز النادي الاهلي واللي خلاه بالشكل اللي الفيفا نفسه سجد الملاحظة كبيرة ايجابية على النادي الاهلي مؤخرا بس لما يكون سنة تمانية وعشرين يعني بتندهش دلوقت سنة تمانية وعشرين يا بشماندس كنت وعى انت للكلام ده هنعيشه هنعيش له لما كنتش كنت جايب يوميا طيب عموما انا قلتلكم على كلام يعجبكم وكلام يسعدكم قبل الفاصل يسعدنا جدا ان يكون معنا على الهاتف الكابتن ميثم عادل نجم الكرة العراقية نجم المنتخب العراقي نجم الامارات الاماراتي والمحلل والمدارب المحلل والناقد والراصد لاحداث الاهلي والكرة العربية كابتن ميثم مساء الخير مساء النور استاذ كيف الحال اهلا بخير اهلا بيك تحيات واتحيات المهندس عادل القيع وتحيات كل جمهير الاهلي الحياليك الله يسلمك استاذ ابراهيم وانا اشرف بوجوده ياكم انتو المهندس عدلي وانتو اشهر من نار على عالم طبعا وتحية لجمهورنا الكريم في مصر العروضة مصر الحضارة مصر التاريخ اللي هي لا زالت هي منارة لكل اركان الدول العربية ولكل اركان الحضارة العربية الموجودة واحنا امتداد طبعا العراق ومصر امتداد في التاريخ وفي الحضارة وفي كل شيء ان شاء الله انتو اهل ثقافة واهل طراث كابتن ميثم يعني لفت نظري انك حافظ لتاريخ النادي الاهلي والمواقف وكأنك تعيش تفاصيله يعني ايه السر؟ نعم انا استاذ استاذ العزيز مو حافظ يعني بس انا اوهلك على نقطة انا امتلك هاي الروح اللي كان عليها النادي الاهلي لان هي علمت الاخرين معنى القيم والمبادئ يمكن اللي يحفظ غير مما يعيش الحالة نفسها النادي الاهلي عندما نتكلم اليوم عن قيم النادي الاهلي احنا ما نتكلم بشكل انشائي او للاستهلاك الاعلامي فقط انما هو حقيقة يفرضها الواقع والتاريخ وانحنا استشهدنا وانتو استشهدتوا وهذا كلام كله كان عن هذا الموضوع باحداث على مر الاصور ناقلتها لأجيال بعد أجيال طبعا يا أستاذ العزيز النادي الاهلي من وجهة نظري وكنا هاي احنا نعرفها حتى ممكن تلعب في نادي الشرطة العراقي يعني تعرف انت العراق امتداد لمصر ومصر امتداد العراق النادي الاهلي نعم بالتأكيد النادي الاهلي تركيبة فريدة ومختلفة عن كل الاندية الموجودة حتى في المنطقة العربية وحتى في العالم يعني هذا يمكن كلام مبالغ فيه في بعض الناس لا بس انا مؤمن في هذه المسألة لان هاي التركيبة يا أستاذ العزيز دائما ما تكون بسيطة لمن يفهمها ويمتزج مع ثوابتها ومعقدة جدا معقدة جدا لمن لا يعرف كنها فكارها ومغازي ثقافتها لانها بطبيعتها راح تكون صعبة جدا عليه وبالتالي راح توديه الى انطاق ودهاليز غير محمودة العواقب تؤثر عليه كثيرا في حياة المهنية او شعبيتها مع الجمهور والناس في الشارع الرياضي وطبعا دائما ما يخرج الاهلي منتصرا في النهاية والاخر هو الخاسر الاكبر وهذا ما اثبتته الايام وما اثبته الزمن طبعا كان والله دايما بيتهالى كابتن ميسم مصر تكتب واللبنان تطبع والعراق تقرأ فلا ده مصر بتلعب والعراق بترصد وبتابع الحقيقة يعني أنا بحييك طيب هل الحالة اللي انت راصد الاهلي على يدي تخصتك شخصيا ولا انت لمس ان دي حالة عن قطاع كبير من يعني هوات الكرة والرياضة في العراق يعني الاهلي معلم داخل الشارع العراقي وله مريدي زي ما بيقولوا ولا دي حالة فردية نبع من ثقافة شخصية شوف صحيح هي الحالة هذه الحالة ممتزجة ممزوجة ما بين اللي ذكرتها انت استاذ العزيز لكن احنا خلنرجع الى التأثير التأثير الاهلي في المجتمع العربي الكروي انت اليوم لما نجي احنا لكل الانديا المتسمات بالاهلي المصري في كل الدول العربية هذا المتسمى ما يجب بشكل اعتباطي هذا التأثير ليس رياضي او كروي فقط سواء في المجتمع المصري او في المجتمع العربي انما هو تأثير تاريخي وحضاري وجغرافي وحتى سياسي وهذا هو اللي بدليل ان كل الانديا هذه سميت تيمنا وارتباطا وانتزاجا بالقلعة الحمراء اللي هي الاهلي المصري اذن في النهاية نحن لم نتكلم بغير الواقع وهذه الحالة موجودة وملموتة سواء في الشارع الرياضي العراقي او سواء في الشارع الرياضي العربي او سواء عدنة انت اليوم لما نتكلم احنا عن عمالقة في كل المجالات بالنسبة لاخواننا المصريين نتكلم عن سعد الزغلول مثلا نتكلم عن احمد عرابي نتكلم عن مثلا عبد الناصر الله يرحمهم ان شاء الله احنا من نتكلم على هؤلاء الناس ما نتكلم بس عن تاريخهم وما عملوه لا نتكلم عن الروح اللي كان يمتلكوها وكيف هاي الروح تأثرت في المجتمع العربي احنا نفس الحالة الحالة الكروية هي ايضا مرتبطة في كل النواحي الاجتماعية الموجودة في كل الحالات الاخرى واليوم الرياضة تأثيرة يكون اكثر فبالتأكيد احنا لما نجي اليوم وفي الفترة اللي كنتنا نعيشها كلاعب اكيد راح مين استلهم القيم استلهم القيم من هاي الانديا الكبيرة من هاي الانديا العريقة اللي اثرت في المجتمع العربي هذا هو الموضوع لستاذ العزيز صحيح الله يحفظ مصر ان شاء الله يا رب ان شاء الله ويحفظ العراق ودايما وابدا تكونوا في احسن حال كابتن ما يتهم وانت راجل مدرب بقى وبتتحدث عن التأثير نعم كراجل مدرب ازاي شايف ان كل قرار تربوي قوي يتاخد بحق لعب مهم يقول له تأثير فني ايجابي لانك زي ما انت رددت ان في كل موقف الاهل انتصر فيه للمبدأ تفوق وحقق المكسب بالبطولة انت كمدرب ازاي فرئيتك ينقصها لعب مهم لكن تقدر تحقق هدفها عايز اثير يعني ما يتهم عدل المدرب شوف استاذ ابراهيم العزيز الله يحفظك ان شاء الله الآن كنت اتمنى بداية يعني بداية كنت اتمنى من اللاعب العزيز محمود كهرباء اللي ما حد يشك بامكانياته قبل قراءته لبنوت عقده مع النادي الاهلي ان يقرأ عقد النادي الاهلي مع الثوابت والمفاهيم الأقلاقية عبر العصر لكان اختصر عليها الزمن والمسافة ولم يقف المحظور وعرف النجم الوحيد هو الاهلي نفسه وانا طبعا ما رد اعدد واكرر ما قلت في يعني في اكثر من المناسبة حول هذا الموضوع لكن طبعا طبعا في موضوع اخر ايضا اليوم انت تعرف وسال التواصل الاجتماعي والامور متوفرة طريقة سهلة جدا طالح جمعة اقرب اليوم مثال في في التاريخ الحديث يعني انا نتكلم اليوم عن احسن عجازي وما فعله في زمن الاستاذ عبدالخالق طروة الله رحمة او 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 الى اخره نحن نتكلم اليوم في الحصر الحالي اين صالح جمعة اليوم؟ لماذا اليوم هذا اللاعب اللي كان على قدر كبير من الامكانات الثانية وين اليوم؟ لو كان اليوم محمود كهربة اللاعب العزيز اللي انا احترم امكانياته الفنية واحترم وقدره لكان عرف ان النادي الاهلي مختلف تماما النادي الاهلي لا يحترم بالنجوم النادي الاهلي هو النجم واعطيك بعد مسألة اكبر النادي الاهلي كل قراراته كل قراراته هي عبارة عن مهر لجمهوره الجمهوري الاهلي دائما ما يقسمع النادي الاهلي لا قلة قلة قليلة تعارض هذه القرارات ثم تقتنع وطبعا هذا بسبب ثقافة هذا الجمهوران لا تكلم عن الشهادة الشهادة تثبت انك متعلم ولكن لا تثبت أنك تفهم إذن الجمهور النادي الأهلي هو من يملك هذا النادي وبالتالي قرارات الإدارة كلها بدون استثناء في كل تاريخ النادي الأهلي كلها موثقة وملتزن فيها جمهور الأهلي وبالتالي قوة الإدارة اليوم وقوة هذا الكيام يأخذها من الشارع من جمهورها وهذا هو الفرق بين الأندية الباقية والنادي الأهلي المصري هم يعتقدون أن النجم اليوم يستطيع التحكم بكل شيء لكن هذا ليس موجودا في الأهلي وأعطيك بس نقطة لا تسمح لي فيها سيد عزيز نقطة مهمة جدا سمعتني حديثكم القيم أن بعض الجماهير الأخرى تلوهم النادي الأهلي على أنها تعاقدت مع هذا اللاعب لأن هذا اللاعب صاحب مشاكل قبل أن يأتي للأهلي لماذا لا نرى الأمور من الناحية الأخرى حتى في هذه الناحية أقول لهم أن الأهلي منتصر أن الأهلي منتصر لماذا؟ لأن واجب الأخلاقي كان علي حماية اللاعب من الناحية الوطنية الأهلي عندما أتى بهذا اللاعب وهو كل أزمات حاول أن يعيد صياغة هذا اللاعب لأن هذا اللاعب مهم للمنتخب لماذا لا نتكلم بهذا الموضوع أيضا؟ لماذا لا نقول أن الأهلي من واجب الوطني والأخلاقي أن يحمل لاعب المصري الكفوء فنيا ويعيز صياخته للواجهة لماذا لا نقول هذا الكلام؟ للمصلحة المنتخب طبعا على هذا الموضوع هذا اللي يريد أقوله من كل النواحي كنت مدرباً كنت إدارياً كنت منتنياً لهذا النادي الكيان هو المنتصر واللاعب اللي يخرج عن خارج هذه المبادئ أو خارج هذا الثور هو دائماً يعيش في الظل ويعيش وحيداً بكل أسف توقعتك الفنية بقى لمباراة السابت الآل وفيتا؟ والله نتوقع تشوف بس أقول لك شغلة ما أعجبني المستوى في مباراة طبعاً المباراة السنبة خلي نتجاوزها خلي المباراة الأخيرة اللي شفتها مع طلاع الجيش ما أعجبني المستوى رغم الفوز هذا في أمور فنية لازم السيد المثماني أن يعيد حساباته فيها يعطي دور كبير لأفشة أفشة كان يخرج خارج المنطقة اللي هو يجيدها كان يذهب إلى الجنب للأطراف وهي عملية تكتيكية شوي معقدة والصحبة في ظل ظروف يعيش النادي الأهلي بعد مباراة السنبة كان الأمور لابد أن تكون بشكل أكثر مرونة تكتيكية وأن يعمل المستماني على معالجة كل الأخطاء أفشة لاعب مهم جداً عليه أن يعطى دور كبير عليه أن يكون هو بمثابة البلاي ميكر أو صانع اللعب وأن لا يخرج على الأطراف كثيراً لأنه عندما يخرج هذه الأطراف على أطراف كثيراً سيفقد كثير من إمكانياته وتؤثر كثيراً على قيمة الفريق الأهلاوي من الناحية التكتيكية والفنية أنا أعتقد على مستماني أن يعيد أفكارة في هذه المباراة أنت بتكرر الكلام اللي أنا بتناقش فيه مع المهندس عادل في خصوص أفشة فأنت متبعنا فنياً ما شاء الله عليك حبيبي حبيبي والله هذه المدربين لازم نكون يعني ملمين في هذه الأمور أنا شفت المباراة بشكل بإتهاب كثير مباراة طلاع الجيش الأخيرة اللي فات بها لأل 2.1 إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن بإذن الله ونسعد بمتابعتك وبتواصلك معنا دايماً يا كابتن ميثم إن شاء الله يشرفني هذا الشيء وأنا أعتز بكم وأعتز بها القناة الجميلة وتقديمكم وطراكم إلي يعني فاقد توقع شكراً جزيلاً لكم وأنا لا أستحق هذا الشيء لا لا تستحقوا كل التقدير والتحية والشكرة كابتن شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً للكابتن ميثم عادل نجم الكرة العراقية والمدرب والمحلل والحياة يعني ما شاء الله باش مهندس حد راصد ومتابع بشكل جيد بعدين شوف بقى يتوقف عند نقط مهمة جداً الواحد ما كانش عايز بقى يقعد يتكلف تفاصيل دقيقة هو ذكرها يعني هما بيجي يقولك إيه شوف ثقته في النادي الأهلي وفي دور النادي الأهلي وفي قدرة النادي الأهلي على إنه هاي أمناك يزبط بيه أداء لاعب مهم للمنتخبات فقال لك بصوا إن النادي الأهلي خد العيدة عشان وده وده إحنا عشاننا إليه بقريقة تانية لما قلتلك هو كان عايز يحط آآ كهرابا في في مناخ ينجحه أكتر ويقضي على سلبياته آآ أتعشم إن كهرابا توقف أمام كل الكلام ده ويسمعه وضربه في الخلاط كده ويخرج لنا كهرابا جديد نستمتع به كلنا بإذن الله ويبقى العنصر المؤسر اللي كلنا بننتظر واحدة طيب ليه بقى من شيوخك اكتسافنا مجدنا وليه الماضي يولد الآن يا جماعة من مئة سنة من مئة سنة والأهل بيتصرف جعفر والي باشا تصرف سنة 1928 كما تصرف الكابتن محمود الخطيب عام 2021 الفاصل بين المدتين دول يجي مئة سنة لكن نفس الجسر الأهلاوي الواحد نفس الفكرة نفس الحرص نفس المبدأ إيه اللي حصل في تمانية وعشرين عشان نذكركم لأنه هو ده التاريخ اللي لازم أن هذا التاريخ يفضل يصول النادي الأهلي وقيمه ويوري جمهوره هو ليه الأهلي مختلف ويجب أن يبقى بهذه الكيفية سنة 1928 بنتكلم في إبريل في شهر إبريل الأهلي بيلعب مع الترسانة نهاية كاس السلطان زي كاس مصر أو قبل كاس مصر الترسانة كسب الأهلي تلاتة واحد المباراة قبل مباراة مهمة للأهل والزبالك أو الأهلي وقتها مش الزبالك كان اسمه مختلط بيلعب الأهلي مع الترسانة ويخسر فاينل للكاس فلعبت الأهلي ما تطلعش تستلم الميداليات بتاعت المركز التاني فيه حزن فيه زعل فيه غضب فنلاقي الدنيا كلها تقلبت على أنه إزاي ده حصل وليه ده تكتب فتكتب الأهرام تاني يوم باشموندس ما حدث من الأهليين يقصود الأهلوية يعني يوم أذن شديد الواقع على كل رياضي سمع به وأشد منه وقعا على من رأاه رأي العين بصوا المجتمع كان شايف انتهاك الروح الرياضية أن الخاسر ما يطلعش ياخد ميداليته دي مصيبة سودة فيتألك وقد أوشاكت هذه المشكلة أن تحل بعد أن أخذت شأنا كبيرا في الدوائر والمراجع العالية فانتهى درسوها الأول في النادي نفسه ليه اللي حصل في النادي اللي حصل في النادي أنه أول المباراة حصلت يوم تلاتاشر إبريل أربعة أيام فقط يوم سبعتاشر إبريل تمانية وعشرين مجلس إدارة النادي ده محضر اجتماع على النادي عشان تشوفه تراث النادي محفوظه زي موسق مش بنحكي حدود مش بنحكي ده النادي اللي قاله ده قيمة الوحدة الوسائقية كمان زميلنا العزيز محمد مصطفى وإدارة القناة في الحفظ على وسائق النادي فيقول المحضر اجتمعت اللجنة العليا للنادي يوم السلساء سبعتاشر إبريل آلف تسعمائة تمانية وعشرين تحت رئاسة جعفر والي باشا اللجنة العليا اللي هي المسامة بتاع مجلس الإدارة وقتها وبحضور كل من محمد محمود باشا فؤاد أنور بك فؤاد أبازة بك محمد صبح بك أبو بكر راتب بك وقررت ما يأتي علشان الكابتن حسين حجازي كابتن الأهلي ودخلوا بالكم ده أبو كورا حسين حجازي أول حد لعب كورا وكان بيجنن الإنجليز وفرت حجازي كانت حجازي يمشي ورابه مهوره يعتبر حتى بعدها مش قابليها كمان لسنين طويلة أهم لعب كورا مصري في تاريخه هو كابتن الفرق فقال مجلس إدارة النادي بقى في اجتماعه سبعتاشر إبريل بعد المطش باربع ايام أولا إبداء عظيم استياء اللجنة للسلوك المعيبة الذي سلكه أفراد فرقة النادي بعد أن تهايه هذه المباراة بصوا مجلس الإدارة ما بيدريش على الفرقة ما بيطبطبش لا بيبدي عظيم الأسى والأسف على سلوك فرقة النادي ثانيا إيقاف رئيس الفرقة اللي هو كابتن النادي حسين حجازي لمدة ثلاثة شهور بصفتيه رئيس الفرقة تقع عليه المسئولية في كل ما حصل شوف يعني أنت الرئيس ما ليش ضعب الفرقة أنت المسئول ما كان للعب أن هي تقع في هذا الخطأ سالسا انذار باقي اللاعبين ما عدا اتنين رياض شاوق وزاكي عثمان لأن الأخيرين قام بالواجب عليهم وحضر الاستلام الميديليات فيه اتنين طلعوا المنصة خدوا كل الميديليات ونزلوا بيها قالك الاتنين دول ما أسروش رابعا إبلغ هذا القرار إلى لجنة الكأس السلطاني اللي هي نظمة المباراة والاتحاد المصري لكرة القدم وتعليقه بلوحة النادي لمدة خمستاشر يوم بصوا بقى علشان اللي ما يشتري يتفرج عشان كل شباب النادي يعرفوا إزاي النادي حريص على معالجة هذا الأمر القرار يتعلق في لوحة النادي لمدة خمستاشر يوم وعلى سيكرتين النادي مراعاة تنفيذ ذلك ده كان قرار بقول لكم الأهرام قالت تاني يوم على طول إذن فلا شك في هذا الحل سيعبر عن السيجان النادي لما حدث وكان ما توقعناه حتى المصور تاني يوم جلد المصور لما علقت على اللي حصل فكان ما توقعناه ونشرت القرار وختمت بالقول والقرار في ذاته حازم وقوي ويصون سمعته سمعته في المستقبل ويمنع تكرار الحادث بصوا سنة تمانية وعشرين بصين علينا قالك ده اللي هيوصونه المستقبل لا هو ده بقى شوف لما بقول لك محد محدش عنده طرف التنازل عن هذه سوابة إنك في تمانية وعشرين انت القرار كده لا تملك إلا ثقافة الاستمرار على هذا النهج يعني وبعدين هي القرارات بقوتها دي بتديك معنى تاني أستاذ إبراهيم مهم جدا هي مش قرارات للإستعراض دي قرارات مؤسرة قرارات يعني بتحطك أمام مسؤولية أنت معتقد فيها أنت هنا بتدي نموذج عملي أن المبدأ أهم من أي نتيجة والمبدأ هنا عدم استلام المداليا أيوة مش امتناع عن تدريبات محدش غلط في حد ولا حد أساءل حد التحكيم فا ما طلعوش أو الدايق من الهزيمة فا ما طلعوش لا يا حبيبي الرياضة ما بتقولش الرياضة ما بتقولش كده أيوة فإحنا حرسين نعمل إن إحنا نوصل دروس وقيم الرياضة عايزة مننا إيه هو ده الدور الأهم تاني يوم للمصور بقول لكم في جملتين أنا يعني استوقفوني جدا لما تطلع تقول وكان ما توقعناه توقعناه يعني بص يا جماعة الحادثة سنة تمانية وعشرين الأهلي الف سعمائة وسبعة يعني كان الأهلي عمره واحد وعشرين سنة ومع هذا في الواحد وعشرين سنة الأولى من عمره مارس الأهلي من الضوابط والسلوكيات والقيم اللي خلت الصورة الزهنية عنده في الإعلام إنه لا هيصرف كده أيوة يتوقعه اللي هيصر على الأهلي بصوا سنة تمانية وعشرين المصور تقول وكان ما توقعناه ما توقعوش من الأهلي غير كده وكان لسه عنده واحد وعشرين سنة دي أستاذ إبراهيم المصداقية لما بيتقول مبادئ أنت لك مصداقية أنت لا تتشدق وبعدين نروح داخل وقول لك القرار حازم وقوي ويصون سمعته في المستقبل يعني بصوا اللي هيبيني عليه قال لك يا جماعة اللي بيحصل ده هيبيني عليه ده اللي هيصون مستقبل الأهلي ده الجمهور الآلي بجد ولكن لعبة الآلي في كل الأجيال بصوا سنة ثمانية وعشرين دستور أخلاق قال لك ده اللي هيصون سمعة الآلي في مستقبله ده الدستور الأخلاقي اللي حتمش عليه في المستقبل ويمنع تكرار الحادث تكريم في وقع من الوقاع كان تلكاس تقريبا ولعبت الاهلي ما خرجتش تستلم. وتعرضوا للهم. تعرضوا للهم واحنا فاكر ان احنا في القناة قلنا لا هذا ما كان يجب ان يحدث. لانه هو ده القرار. خلي بالك رغم ان ايه عدم الاسلام كان لان اللي حيسلمهم اهانا النادي الاهلي. بزر. مش كانت احتجاجا عن نتيجة. مش على المبدأ. اه. على الشخص. لكن عايز اقول لكم على حاجة. الجزئية اللي دايما اكد عليها الموانس عادلي. وانت لما تاخد قرار زي ده. ايه نتيجة? المفروض. تعارفين انه تاني يوم القاهرة تقلبت. لانه حسين حجازي بيضغط ولازمن يرجع. فاللجنة العليا للنادي تقول. سينفس قرار الاهلي. وليزهب حجازي اينما شاء. روح مطرح معايا يستروح. في المختلط. يروح الزمالك. يروح. يروح. الاهلي لما بياخد قرار ما بيبصش للتوقيت. ولا للظرف. ولا للاسم. ده قوته انه بيخبط ربما في الجامل. ولا التدعيات اللحظية الدياقة. لانه حسين حجازي بيروح الزمالك. بيروح المختلط. ووراء فرقية المشجعين بتوقعه محبيه ومردية. يروح مطرح ما يروح. ما يرفعش الله للعقوبة. تكون نتيجة ايه? انه بعد اسبوع واحد. الاهلي يوجه المختلط. خروج حسين حجازي من الفرقة. خلى الاهلي يطلع ناشق صغير. محمود مختار تيتش. سمي التيتش بعد كده الانجليز شافوه زي لعب السيرك الموهوب المهار اللي بيتنطط فاطلق على التيتش. لكن ده كابتن محمود مختار. تمتخيلين ايه؟ نهجي تاني بقى خالص. نهجي اخلاقي تاني. كابتن مختار يطلع من رحم هذه الازمة القيمية. فيبقى ده قدرا بقى. يبقى هو الحارس الامين طوال عمره على مبادئ النادي الاهلي. لانه ولد من رحم هذه الفكرة او هذا المبدأ. يقود هذا الناشق محمود مختار تيتش. يقود الاهلي للفوض على المختلط مع حجازي. بصوا بصوا القيمة. بصوا انتصار السماء للمبدأ وللحق. مش بس كده. الجزئية اللي قالها المهانس عادل انك انت عايز تحتضن كهرباء وتقوم سلوكه لخدمة المنتخب. لانه لما اتحاد الكرة بعت لبنادي الاهلي عشان يخفف الايقاف عن حصيل حجازة عشان يسافر مع المنتخب دورة امستردام. الاهلي رفض. تكون النتيجة ان هذا الحال في الانضباط. الحالة دي المنتخب يسافر بها امستردام. فيطلع المركز الرابع في هذه الدورة. ده افضل ترتيب لمصر. ويسافر. ويسافر التيتش. ويسافر التيتش. بس هي الفكرة انك انت. والتيتش يكون احد اسباب. تفوق منتخب مصر. تفوق منتخب مصر. وحصوله على المركز الرابع في الاولمبياد والاولمبياد وقتها هي بديل كاس العالم. يعني كان كاس العالم لسه ما بدأش. فده بديل كاس العالم في كرة الخدم. شفوا قوة القرار. شفوا ضرب في مين. شفوا انتصر لايه. شفوا النتيجة كانت ازاي. فتنجب هذه الفكرة واحد من اهم حراس قيم النادي الاهلي. وده الاجتماع زي ما قلنا لكم. معدر الاجتماع التاني في اربعة يناير. في اربعة مايو. اللي قال اجتمعت اللجنة العليا للنادي يوم اربعة مايو بحضور كلهم من فلان وفلان وكان القرار كان معروض عليهم التماس اتحاد الكرة برفع الايقاف عشان المنتخب. كان القرار عدم عدم قبول اعادة النظر في قرار الايقاف ورفض النادي الاهلي للاتماس. لا تفريط في المبدأ. ولا تراجع عن قرار استند ليه انتصار للروح الرياضية. حسين حجاز وفرقيته مغلطوش بحد. ده انتهكوا الروح الرياضية. اللي النادي الاهلي بيحافظ عليها. بصوا القيمة وبصوا الثمرة طلعت عاملة ازاي. لفت الايام. واللي اشار اليها الكابتن ميثم عادل. وقعت خمسة وتمانين. وقعت خمسة وتمانين. اللي ادارها. واللي قرر فيها. واللي اتخذ فيها القرار التاريخي الصعب جدا. هتسمعوه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم جديد. الحقيقة فاتنا في البداية انه عزي الى جماهير النادي الاهلي. وكل محب الكرة المصرية والكرة الاهلوية رحيل واحد من نجومها الكبار. واحد من نجوم الاهلي الكبار الكابتن محمود رجدة الذي وفاته المنية بالامسة بعد رحلة مرض عنيفة شوية. رحمة الله عليه تعب في الاخر اه اوي كان لعيب موهوب ويعني اه طلع في زمن اه بعد الكابتن صالح سيب اه محمود رجدي. اه. وكان راجل اه اه شوف ديسنت ومهزب. وقد وتملف جيبه شوكولاتة بمبوني قابلك لانجل دي. صحيح الله ارحب. يعني في ناس كده شخصياتها تعلم معاك كده ببسطتها وبشاشتها. حتى خد انتخابات اكتر من مرة على الامان تساملون. رحمة الله عليه يعني كان راجل اه شخصية جميلة. رحمة الله عليه. الف رحمة ونورة على كابتن محمود رجدي وعلى كل اه نجوم الكرة وكل الرياضيين الحقيقة وربنا يحمي البلد ويحمي كل شبابنا ان شاء الله. كنا بنتكلم قبل الفصل في استلهام هذه القيم وهذه الدروس وكيف ان الماضي يولد الان. كيف ان ما يفعله النادي الاهلي الان فعله عظماء النادي الاهلي من قبل. ووقفنا عند فترة حسين حجازي واللي حصل فيها وكيف انتصر الاهلي وكيف ولد العظيم مختار التيتش من رحم هذا الموقف. لفت الايام. طب انت بتوقف لعب وبتوقف بعض اللعيبة معاها. خمسة وتمانين. يفاجأ الجميع بانه النادي الاهلي بياخد قرار بايقاف فرقة. ستاشر لعد بالكامل اما شو هندسي. في حركة اعتقد صداها مازال عايش لغاية دلوقت. لانه بالمناسبة. ستاشر انا سبعتاشر اعتقد سبعتاشر. سبعتاشر. بس انت متخيل انه في فترة حسين حجازي كنت داخل علامات الزمالك او المختلط وقتها. في خمسة وتمانين برضو داخل علامات الزمالك. لكن بتتخذ قرار. خدور التمانية الكاس مصر. بتتخذ قرار. مباراة اقصائية. بزبط. بياخدوش الا الاهلي. عشان الاهلي نسمع الكابتن حسن حمدي. كان وقتها عضو مجلس ادارة مشرف على الكرة. اتخذ هذا القرار وادار هذه الازمة. كابتن شوبير سألوا في لقاء معه من قبل. عن كواليس هذه الازمة وكيف سارت لشوفه. كابتن حسن بالتأكيد اه يعني الواحد لما بياخد قرار لازم يحسبه. اهلي. بلعب مع زمالك. في بطولة كاس. معقولة. مقبولة حضراتك تتخيال لك انه تغضب جماير النادي الاهلي دي كلها. توقف الفريل الاساسي بالكامل ستاشر لعيب او تساهم في اقافهم. والاهلي ينسحب. بتقول لا ما فيش انسحاب. والاهلي يلعب بالنشئين امام نادي زمالك. معرض نفسه لهزيمة قاسية. كنت هتحملها حضراتك على مرة تاريخ. انا الحقيقة ما فكرتش في اللي انت بتقوله. انا عندي مشكلة كانت. اه. كان اه كابتن جهري موجود مدير اه فني. كابتن هاني. مصطفى. مصطفى مدير كورب. نعم. وحصل بعض من الخلافات وكده هوت وبدين باكلم باكلم او هو اتعاد من كابتن جهري. كوايس ايه بتقوله ما منفعش اللي انتو يعني بتعملوه دوات. هم مختلفين مع بعض. نعم. أه. مخالاص. أنت ستاسه اللعيب بتمرونه مع كابتن جهري برا الفانادي. نعم. يعني ايه برا الفانادي انا ما معرفش حالا. كنت حضراتك ماسك ايه في الفانادي ساعتها. كنت مش رفو عالكورة. مش رفو عقورة. عقدوا مجلس وروا مش رفو على كرة القادرة. اه. كنت جمت صالح رئيس فالمهم يا جماعة رازم ترجعوا وتتمرنوا ما بيتمرنوش مش عارف ايه. قاعدين فيين؟ قاعدين اه لوكاندا في مصر الجديدة ناسي اسمها أعطيك من خالق جدالة كابتان فرق فرق من برق منهم حاجة كده كان الباقي في المغرب يقترهم اللقان ده بالليل كمان تعالوا يا بهاوت انتوا انتوا ايه انتوا عارفين انتوا بتعملوا كذا انتوا يخرجوا مع النادي مش عارف ايه كده يعني زي تتمرنوا برا النادي الكلام ده غير مقبول و لازم ترجعوا النادي كويس فالمهم انتوا مبصوا حديكم فرصة لغاية بكرة اذا ما جوتوش بكرة انا حاخد قرار في هذا الكلام انا اول حاجة عملتها لما حصل الكلام دوت خليت مجلس الادارة ديني سلطات مدير كورة انا مشرف الكورة ما عنديش سلطات خدت قراره من مجلس الادارة انك ليك سلطات مدير كورة انا ااخد سلطات مدير كورة مش عاز غير سلطات مدير كورة بس كويس ايه وخدت سلطات مدير كورة جبتك كابتن عادة تعيمة كان ماسك 20 سنة مزبوط تقوله كورة 20 لعيب او 22 لعيب وتقوله احنا عندنا مطشاط يبقى فيه 22 لعيب او 22 لعيب انت بتختارهم زي ما يقولك يعني هما المسؤول يعني نعم ودولة اللي هيعبوا المطشاط كلها واجبتك كابتن عادة تقولك فريتك 20 سنة تجيبه على السابع 11 وابتدوا يبقوا ايه عشين وعيب وضعون وعشين محمد كبتيل محمد السيد وبد الرجب ايا كان يعني مش فاكل التفاصيل ايه وبتدنا نلعب مطشاط حبية كويس وبتدنا نلعب الدوري الكاسب فالمهم اروحت لهم بقى المعسكر بنفسي بها وقت انتوا لو ما جيتوش بقى فيها اكشن قوي عليك وقوي وبكرة تدريب كل ساعة ساعة واحدة ونصة واثنين في النادي في النادي تدخلوا النادي تتمرن يس جم تامي يوم قويس مجوش اه وحتواخد قرار قويس بإيقاف اللعيبة ضيد مدون مجلس الدار اه ادرك سلاحيات خلاص مدير الكورة هو في لعيب فأم خدت كده واحد وقف ايه الستة شهر لعيب مم وعملات اجتماع مجلس الدار بقى العرض بموضوع عليهم اه مش الاقاف بقى واقف مع شب مع كذا حاجة كمان اه طبعا طيب الكلام اللي بيتقال ده عادينا توقف قدام جزئيتين مهمين جدا. ان الكابتن حسن اول حاجة كان حريص عليها ان يمشي بشكل مؤسسي. يعني هو المشرف على الكورة. ما عندوش طلحيات اكتر من انه همزة الوصن بين فريق الكورة والمجلس القدار. طب هو عادي اخد قرارات. وعادي يتصرف حاس ان هو قد يبطر لاتخاذ قرار. محتاج صلاحيات. يوم يعمل ايه يروح لمجلس الادارة اولا ياخد الصلاحيات. هو ده النظام بقى. هو ده احكام العمل المؤسسي. ادوني صلاحيات مدير الكورة. لان الخلاف كان بين مين مدير الكورة والمدير الفني. فهو حيحكم بين الاتنين او حيحكم على الاتنين او حيحكم في هذا الامر. فادي المسألة. لكن نرجع بقى لبداية جاية الفقرة. والكابتن شوبر بيقوله. طب انت دلوقتي جاي قبل ماتش الزمالك في دور الثمانية. ما خدتش يعني بالك انك او ما عملتش حساب. انك انت لو قفت اللعيبة دي. كان هيحصل ايه وهزيمة ثقيلة. وتاريخية. قاله انا بصدش الامور بالطريقة دي. لانه نرجع بقى لجعفر باشي. عنده عنده موقف فيه مساس بالقيمة الرياضية والرسالة الرياضة. وهو هنا عنده كابتن حسن عنده الموقف فيه النظام والالتزام والعمل السليم والخلق الرياضي. الاتنين من رحم هذا الاحساس المسؤول بان قيمة المبدأ قيمة التقاليد قيمة السوابت اللي احنا عايشين بها اهم من ان انا افكر في النتاج النتاج اللي حافكر فيها. فاستطاع ان يأخذ يا استاذ ابراهيم مسان اسمعه. كابتن حسن قال لي كابتن شو انا مفكرتش في اللي انت بتقوله ده خالص. نقطتين من مين. خالص ولا فرقة هتلعب مين? ولا فيه ايه? الاول. الاول انت بتاخد بتاخد قراراتك نبع من ايه? من مصداقية. بالضبط سوابت. سوابتك. نمرة اتنين بشكل مؤسسي سليم. ما حدش يجي يطعن عليه. او قل لك هو انت ازاي تصرفت بشكل فردي? لا ده عندي. ونمرة تلاتة مين اللي بياخد القرار. بياخد القرار مدير الكورة. اللي بياخد قرار الكهرباء مبارح كابتن سيد عبد حفيز مدير الكورة. وده تعظيم لدور لايحة النادي. حتى كابتن حسن هتسمعه قال له انا اللي حط اللايحة وانا مدير كورة. فانعرف سلطات مدير الكورة فين? هو ده العمل المؤسسي. انا محتاجها في ايدي دلوقتي. نشوف الفيديو التاني ايه اللي حصل لما كابتن حسن خد قرار كمدير للكورة بايقاف الستاشر لعب بل شطبهم. قال اللي قرارت كان فيها شاب. وراحت مجلس الادارة نشوف الكابتن حسن وهو بيستكمل. تاني يوم مجلس الادارة كان بعد الظهرية. اه. لقيتهم تاني يوم. اه. جم النادي. اللعيبة. اللعيبة. اه. ودخل قط اللبس. اه. بيقلعه وحينزيله يتمرن. ماشي. معك كابتن جوهري? لأ. جم له هدوه من غير كابتن جوه. اه. قايز. انا عملت ايه. جيت. طولهم ولا واحد يخش قط اللبس. يه. وبالباب الذي هنا هو في بابين هنا وهنا. يعني ايه كده. وطولهم انتو خلاص انا مبرجعش في كلامي. وانا عندي مجلس الادارة كان بالليل. كويس وكده هود. اه. ومنعتهم التمرين. منعتهم التدريب. اه. ماشي. ومشيت بالفرقة اللي هي بتدريبها بقى. بتاعة الكابتن عدل طايم. بتاعة الكابتن عدل طايم. نعم. دخلت مجلس الادارة وطولهم حصل كذا 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 كذا. اه. وانا كل اللي خدتوا منكم ان انا اخد سلطات مدير كورا. اه. وانا الناس ديت اه مفيش حاجة اسمها واحد يسيب النادي كذا. اه. موضوع بقى كابتن جوهري بقى ايه اختصاص كنتو. مجلس الادارة. اه. انا رأي كذا. بدون بقى اهمون رأي ايه. لأ انا ممكن اقوله. لا. طيب ناشي اوكي. انا اه. اه. تهضراتك وتعايز الجميع يرحل. اعايز ايه? الجميع يرحل. نعم. اكبر من كذا. ماشي. نعم. فانا قلت اقولهم لأ. ده قرارك وكده هوت. المهم من يعني اتوقفوا اللاعيبة. اه. اه. واخترق قرار المجلس الدارة الجوهري يرجع يعني عنده ماضي. اه. الاخر هذا الكلام. اه رجع الكابتن جوهري. اما نزل المرعب تانيهم. اه. اللاعيبة موقوفة وهو رجع. اه. حصلت مشكلة تانية. اه. اخذ بالك. فجاي لكابتن جوهري. انا عندي مشكلة كبيرة انا مش عارف ايه. انا ازاي يعني انا انا اه انزل اضرب وهم موقفين. او الله ده قرار. قويس. اه. اه. ده قرار يعني. اه. خلاص ايا كده اه. مش حرجع فيها. اه. يعني انت داعي داعيبة ده سلطتي انا. صلطة مجلس الدارة سيادتك. قويس. اه. وهم هما بقرار رجع تنساتك موجود فانت حور يا دي بس هما مش هتمرن مش هيرعبه مش ما يتمرنوش دي موضوع موقفين عن اللعبة لكن ادار يتمرنه خلاص بعد كده عمالنا بقى تدريب بس فهو عمالنا مجلس ادارة تاني هو بقى كابتن جورا راحل كان بدي حافزك وكان كابتن سلح بقى مصر كان احمد بيزا كان لها الحمد بقى كلهم كويس بيكلمون اتوان بصوا انا مش هارجع في اي قرار انا اخدته دي سلطتي انا جاي بقى كابتن جورا بقى في المجلس ادارة تاني انا نزلت ومش ادرك اللعيبة سير علي ازاي انا اتوانا انا اللي اتلهم بتاعه وانا هما يتوقفوا انا ادرب انا مش ادرك انتو حرين بايس انا عندك فرقة هي بتتمرن وهي فرقة الشباب دي تلها هتلعب وحتلع بان ماتش وهو دوة النظام اللي موجود سيدتك عايز تبقى موجود اهل المساعد بس جيه بقى كابتن جوهري بعد كده اه قابليها بيوم او يومين نزل الملعب ولعب الزمالك وكسبنا الزمالك طيب برضو نشوف الفقرة دي بتقول ايه الفقرة دي بتقول ان الكابتن حسن حمدي لما اتخذ قرار واللعيبة جات تاني يوم عايز اتخش قط الليبس قال لهوا رحين دي المباراة باش مانس الاهل بالناشئين باللعب ع تاولة الزمالك هنيجي بقى اه للجائزة الكبرى انما الاهم انا عايز احكي هي الدرس اللي قاله كابتن حسن حمدي في كل فقرة بنخرج منها بدرس كده ايه فقال له اللعيبة جاية تاني يوم مع الكابتن الجوهري ده خنقلت الليبس قال لهم رحين فين يا كابتن لا ما تخشوش مش هتتمرنوا كابتن ازاي مش ازاي قال له انت عندك اتنين وعشرين لاعب مجهزهم لكن كابتن عادل طعيمة مع اللعيبة اللي هي اه اه يعني اه حد كان مصاب مش ما تمردش مع اللعيبة دي ورجع او حاجزة كده ام وهما دول اللي هتاخد بهم المباراة واخد قرارك عايز تنزل تقودهم اهلا وسهلا مش عايز تنزل تقودهم مدربهم كابتن عادل طعيمة موجود حيقود العملية وهنا لازم اشكر واذكر دور الكابتن عادل طعيمة لان التاريخ ساعتي ايه يقفز على دور الناس ايوه الراجل ده كان مجاهز في رقيته كويس جدا وكان النادي الاهلي يشوفه كان بيعمل ايه بقى كانوا راجعين هم كمان من معسكر في المانيا ايوه كانوا جايين طوف فورم الناشئين دول اه كان فرق تسعتاشر سنة اه اه وبدل راجب ومحمد السيد على عبدالصادق وآه وكان كان ابراهيم حسن وحسام وابراهيم بس ابراهيم كان مصاب في الماضي ده مالعجش ولا حسام حد منه حسام اللي لعب وابراهيم كان مصاب اه 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 واعتقد الكابتن شوبر هو هو اللي كان اه مين الجود احمد شبير. اه شبير. شبير هو اللي اللاعب. اه كابتل شبير كان هو الوحيد. بس دي مش فرقيته هو اكبر منهم. هو الوحيد. طرف في الازمة. لأ ما انا بقول لك هو الوحيد. ايوه. اللي كان اه مش طرف في الازمة ولعب معه. والدولين كانوا مع الكابتل وحش في المغرب بقى مع المنتج. ويجوز هو عشان كده. اه. يعني. اه المهم يعني. فده اللي حصل وكان زمالك فول تيم. اه. بقيادة كوارش وفاروق جعفر وكل العتولة. اه. اللي موجودين في الزمالك. اه. اه. ربنا كفأ وكابتن حسن شعاتك. كان حاجة يعني. اه اه. مزهلة. انك تفأت تكافأ بالحسنياي. وتكسب الزمالك ثلاثة اثنين. وتكسب الزمالك ثلاثة اثنين. انا هنا عادي اتوقف. ان الكابتن حسن الحمدي لما قلوه راحين فين يا كابتن. هو بيؤكد على المعنى اللي انا قلته. المبادئ والقيم والتقاليد والموروصات اللي بناخد عليها قراراتنا. مش للوجهة. ومش وردة بتتعلق في عروة الجاكتة. ايوة. لا دي هي حاجات حنفزها. مصدقياتنا جاي من هنا. عظمتنا ان الاهل بيكسب عشان عظيم. مش عظيم عشان بيكسب. فهادي الدرس العملي. التاني ولا التالت ولا الرابع. اللي اه 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 خرجنا به من اه الموقف ده. هقولك بقى تكملة من عندي كده عصرتها. عشان تعرف ان الدنيا دماغ واحدة. اه. عادي اتوقف بص على فكرة ان الكابتن حسن كان عايز يوقف في الكابتن الجوهري. ولكن اه الاستاذ كامير الحبس كان له وجهة نظر وستطعني بررها ان ايه. ان الكابتن الجوهري كيف كفاية عقوبة ليه. ان ملعبته وتشوفه ان هو تسبب في اقافهم وهو رجع. درسي تاني. ايوة. طيب انت بقى ما تبقاش تسمع في الغلط. بالزبط وحتى الكابتن حسن قالك كابتن جوهري قالك ما يصحش اللعيبة. انا اللي قلت له امتعالو. وهو قدام نفسه. اه طبع. يعني كان كانت عقوبة قاسية جدا. وده اللي خلت كابتن صالح. انما يعني انا ليه بذكر الكابتن عدل طعيمة? يعني احنا بعد ما كسبنا كابتن جوهر راح اياه جماهيره واللعيبة شاليته. كنت ارجو ان ينسى بالفضل. في هذا الكابتن عدل طعيمة. الكابتن عدل طعيمة. ولا يحمل. انا ارجو ان انا اكون انصفته. بان انا ذكرت هذه الحقيقة. ولكن معلنا. هذا درس. الدرس الاكبر منه بقى اللي محدش سمع عنه. الكابتن الجوهر يتصور ان الكابتن صالح كان مسافر. ام. فتصور امور بعيدة. اهو بمعزن عن انه هو في الصورة موافق عليها. ام. فراحلوا مكتبه. والكلام من الكابتن صالح له. من الكابتن صالح. ايه? حكاوي لي انا بقى. اه. اه. قال لي جايلي الكابتن الجوهري. ام. وقال لي شفت يا ابو الصالح ايه اللي حصل معايا. كان الكابتن صالح يحب الجوهري جدا. جدا. جدا اه. ما له هيا? قال له ابتدأ يحكيلي. قال له عارف يا جوهري حظك حلو قوي. ام. ان انا ما كنتش في مصر. لان انا كنت حسند قرار الكابتن حسن حمدي مية المية. وانت ما كنتش هتخش نادي الاهلي تاني. ما كنتش هتخش نادي الاهلي تاني. ولذلك الكابتن جواري كامل الموسم وانتهت الامور. كده فسرت لي واقعة. اه. حكى هل الله ارحمه الكابتن سامير زيح. اه. بعد ما المنتخب رجع من بوركينا فاس وبكاس الامم الافريقية. ازا بس عايز اقول لك ازا الكابتن صالحة متابع ومساند لقرار الكابتن حسن حمدي. وقال له عملتها. قال له لو لو عملت غير كده كنت هزعل. بالضبط كده. ها. فما فيش حد يقدر يلف على خرار وينوح يلغي من الانت. بص كابتن حسن كمان. اه. قال لمجلس الادارة ادوني سلطات مدير كورة. عشان ما حاجة. ده نعضو مجلس ادارة ومنتخب. ده درس يا جماعة في العمل المؤسسي. لانه ممكن عضو مجلس دارة يتصور انه لا ده نعضو مجلس ادارة ومنتخب من الجماعة العمومية. ومن حقيقة اقول رأيك. ومشرف على الكورة. مشرف. ومشرف على الكورة. ان ما عندوش صلاحية. ان ما عندوش صلاحية. طب ما تيجي نقف هنا نقف هنا نفسر كلمة مشرف على الكورة بالنسبة النادي اللي اهل ايه? اه. انك بتتابع وهمزت الوصل. وبتساعد على المجلس. ولكن بلا صلاحيات. ايوه. الصلاحية في الله. وده العمل اللي يعني ايه. وده العمل المؤسسة اللي في الاهلي. طب النهاردة كابتن اه محمود الخطيب وهو مشرف على الكورة بيروح يتدخل. ده لها بقى. لحد النهاردة ورئيس النادي ما بي. صحيح. انما يتدخل في ايه? ازكاء الروح. انه موجود لحل المشاكل. لكن ما 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 يمليش عليهم سياسات لعبوا شيء واعمل. انت بتقول لي كابتن صالح. قال لكابتن جوري والجميع عليهم رحمة الله يا رب. قال له لو انا موجود هتاخد القرار انت مش هتخش الاهلي. كابتن سامير زاهر اللي ارحمه بعد بوركين افاسه بعد تمانية وتسعين كابتن الجوهري جاي بكاس الامم. وطبعا كان لها فرحة كبيرة جدا. فالكابتن سامير قال لي فكرت احل المشكلة الازالية اللي بين الكابتن صالح والكابتن الجوهري. وفرصة ان الكابتن الجوهري الناس فرحانة به جدا. فراح للكابتن صالح المكتب. بعد ما بارك له كلمتين وبتاع. قال له انا عايز اجيلك بكرة. ومعايا حد حبيبك. ولازم تستقبلني انا وهو. فقال له مين? قال له الكابتن الجوهري. كابتن سامير الله رحمه والله. قال لي الكابتن صالح بس له قال له انت شربت القهوة لا. اه? شربت القهوة لا لا. يعني بيقول لنا حسنت انه بيطربني. يعني اتكلم في اي حاجة تانية. اي طب اللي ما كانت يفاصل. قال لي رفض يسمع الكلام. اي اي. قال لي بقول له قال له انت شربت القهوة لا لا. الله ارحم. هي دي مبادئ الاهلي وهو ده الحرص على النظام. لانه كمان لعبة تتمرم برا النادي. مدرب ياخد الفرقة برا النادي الكابتن حسن قال لك دي مسألة كارسية. ودى لهم فرصة ارجع. وفي عقاب. بس ما كانش هيبقى. ايه قال لهم يا بهاوات. لك روح تولهم الفند وقتلهم يا بهاوات بكرة الساعة الثلاثة عندكم تمرين في النادي. عارف الكابتن حسن كان عايز ايه? اه. كان عايز يشتب. ما قال. قال لك كابتن شو هنا كنت مقدم لمجلس الادارة. قرار بالشد. بس المجلس وده برضو دارس في العمل المؤسسي. مدير كرة بياخد قرار. ويعرض على مجلس الادارة. المجلس خففه الى الايقاف. بس هو ده النادي الاهلي. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل. كلام تاني ايضا يسعدكم بالاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كيف قالنا الماضي يولد الان وشفنا من سنة تمانية وعشرين الاهل بيتصرف ازاي? وشفنا في خمسة وتمانين الاهل اتصرف ازاي? بس لما كابتن سيد عب حفيز اخد القرار الاخير ضد محمود كهربا. سألته. قال لي عارف انا افتكرت ايه? قلت له ايه? قال لي انا كنت ناشئ لما تقرر ايقاف الكابتن حسام حسن سنة اربعة وشهر. فقال لي ساعتها تقال احنا كده مش هناخد الدورة. فكان الرد وقتها. ده كده هناخد الدورة. بصوا بقى. ده كده هناخد الدورة. ايه اللي حصل في اربعة وتسعين? في شهر ابريل تقريبا في اربعة وتسعين. اللي قال لي بيلعب المصري. واحد لعب المصري نصر التليس. وهم خارجين في الممر. حصلت مشدة بين الكابتن حسام حسن وهو من هو بقى حسام حسن? مع نصر التليس وبعدها حسام حسن غضب وقلع فنلة الاهل ورماه. فكان القرار باقاف الكابتن حسام حسن سنة. طبعا بعد ايه قدم التماس لمجلس الادارة فتخففت العقوبة لست شهور. وكمل الاهل بدون حسام حسن واخد الدورة. بس هنا القيمة فين بقى? هو حسن حسن لما تصرف كده ما كانش بيحب الاهل لا كان بيحب الاهل. وكان غيران جدا على الاهل. لكنه اخطأ. اخطأ في حق النظام النادي. عشان ما حدش يجي يقول لي قصو كهربا ضحة كتير علشان يجي الاهل. كويس. بس اخطأ في حق النظام اللي داخل النادي الاهل. فهنا ما يبقاش فيه ابدا شفاعة مين بيحب ومين ما بيحبش. وإلا يبقى هناخد قراراتنا على مستوى الحب والكره والكلام ده كله. فيه نظام وفيه اللايحة وفيه وضع وفيه التزام لازم ان يفرض على الجميع. على فكرة الالتزام. اه. هو التعبير الحقيقي عن الحب. ايه. الحب الصادق. بالضبط. لا بوس الفانيلا ولا البوسطات ولا السوشيال ميديا ولا الكلام اللي بيتقال ده. ام. الحب الحقيقي انك تخش تدعم النظام والمبادئ بتاع البيت اللي انت داخله. ام. هو ده الحب. طيب. دي في الكرة? لا مش في الكرة. في الكرة وفي غير الكرة. فاكر انت لعب الكرة الطايرة ايه من رجدي. ايه من رجدي ايه. ايه من رجدي يا جماعة كان في الكرة الطايرة يعني ما شاء الله عليك. الحكاية طبعا. كبيرة قوي يعني. اه. واحد من افضل لعبته الكرة الطايرة وقتها. وخرج على النظام. استغنى عنا لأهل استغنائي. ده هو النظام ايه? جمهوري زمالي بتاع راح رايح مبادئ لهم الاشارات النابية في حضور المجلس مجلس الادارة. مجلس الادارة شاف ان في لعب تقول لي لعب كبير لعب تقيل لعب دولي لعب عظيم يروح لجمهور الخصف. ويتبادل معاهم الاشارات النابية. وبيرد اعتداء. هو كان بتشتم. لكن ما ينفعش كابتن الاهلي او لعب في النادي الاهلي يتصرف كده. فتخيل انه مجلس الادارة هياخد قرار بالاستغناء عن اي من رجدي خالص. لانه خرق النظام. طيب واين الكرة الطائرة الان? شوف الكرة الطائرة بعدها بتكمل تعمل ازاي? حتى تنس الطاولة. ما فعله جعفر والي باشح مع كرة القدم سنة الف تسعملية تمانية وعشرين. وكابتن حسن حمدي في خمسة وتمانين. والكابتن صالح في وقعة حسام حسن في اربعة وتسعين فعله الكابتن محمود الخطيب حتى في تنس الطاولة. مفيش ابدا فيه فرقة برا نظام النادي. سبتمبر الفين وتسع عشر من سنتين. فريق بعثة الاهل لتنس الطاولة بتشارك في البطولة العربية في المغرب. وفجأة يطلع او توصل للاخبار ان فيه اتنين لعيبة اتخنقوا مع بعض. اتخنقوا بشكل فج في البطولة. وعنى عزة اقول لكم حاجة. البعثة كانت مكونة دي ويعني حتيتي يعني. اه. البعثة مكونة من ستة لعيبة. الفريق ستة لعيبة. ايه. فتخل لما اتنين يتخنقوا ويجي القرار من القائرة. اول ما يعرف رجعوهم مصر. عمر بدروا خلط عصر. اه. اتنين اهم من اهم اللعيبة. اه. دوليين. اه. وبعدين تلعب باربع لعيبة بس. البطولة. تقوم ايه? ربنا كافأك. تكسب البطولة. تكسب بطولة افريقيا. باربع لعيبة. بطولة العربية. باربع لعيبة. وتكسب الموقف. وتكسب انك علمت الناس حاجة. علمت الناس حاجة. ده النادي الاهل. اللي مفهوش ابدا اي شفاعة لأي حد. يخرج نظام النادي فيما يتعلق بالانضباط والالتزام. هي دي الاخلاق وهي دي المبادئ. في الاخر يا سيد ابراهيم. حتى خصمك منافسك. اللي بينكر عليك الكثير من الامور واللي بيعود يقول لك الحكام. في الاخر تجد العقلاء منهم. يعترفوا. يعترفوا. بان النظام الاهلي سبب انتصارات. تسمع بقى ناس شغالة هري وهبد ورغي بقالها سنين. اصله الاهلي بيكسب بالحكام. اصله الاهلي بيكسب عشان مش عارف مين. اصله ايه عشان اهلاوي. لكن بعد كل ده في لحظة صدقة حقيقية. كابتن احمد حسان ميدو نجم الزمالك الكبير في برنامجه يتلقى تقرير من الفيفا ينصف النادي الاهلي فيتحدث ميدو. الفيفا يصدر تقريرا حول مستويات التنافس في كرة القدم حول العالم. اظهر ان مصر هي اقل دولة على صعيد التنافسية في قارة افريقيا. مصر اقل اكتر دولة في افريقيا كان لها بطل واحد في اخر خمساشر سنة. طبعا للتقرير لم يفز فريق واحد بالدوري المحلي في المواسم الخمسة الاخيرة سوا في دولتين فقط. لتقرير من الفيفا جماعة لسه طالع النهاردة ها. هما مصر التي شهدت تتويج الاهلي في تلك المواسم. وغينيا التي شهدت هيمنة محلية مشابهة لفريق هرويا. في الخمساشر عاما الاخيرة تصدرت مصر ايضا الدول التي شهدت اقل عدد من الانديها فوزا بالدوري المحلي. حيث فازت بالدوري فريقان فقط. ومن الاهلي اتناشر لقب وازنى مالك لقب والغاية المسابقة في موسمين. وانفرضت مصر بفوز فريق واحد باكبر عدد من الالقاب. حيث لم يفوز اي فريق في افريقيا باثناشر لقبا في اخر خمساشر عاما. مصر شهدت ايضا فوز فريق واحد باكبر عدد من الالقاب المتتالية في المواسم الخمساشر باكبر عدد من الاخير او كم من نصيب الاهلي بساطة القاب المتتالية. طيب ترجمت ايه الكلام ده يا جماعة ترجمت التقرير ده التقرير دة لفيه فالسة عاملت تقرير ده. مصر هي اقل دولة فيها تنفسية. طيب. الاهلي بيفوز بالدوري ليه او اهم الاسباب اللي اتخادت الاهلي تفوز بالدوري ليه. هل عشان الاهلي عنه احسن لعيبة او هل عشان الاهلي عنه احسن لعيبة بس؟ الاهلي طول عمره عنده لعيبة كويسة والزمالك عنده لعيبة كويسة الفرق القواليتي ما بين الفرقتين ممكن فجيل من الاجيال يبقى هنا ازياد شوية وهنا ازياد شوية واكبر دليل على كده ان منتخب مصر معظم تكوين ومن الاهل والزمالك بلاس المحترفين دلوقتي صح طيب السؤال المهم والكلام اللي بيقولوك الان ده راجل زمالكاوه ها ليه الاعلي وصل لمرحلة انه هو بقى خلانا ان احنا المصر هي الدولة الاقل تنافسية انه هو بعد يفوز بالدوري اكبر عدد مرات ممكن فاخر 15 سنة 12 مرة ليه لانه افضل الفرق المصرية او افضل الاندية المصرية تعاملا مع الازمات مفيش فرقة كرة في الدنيا معندهاش ازمات لكن الكرة مش ملعب بس تاني الكرة مش ملعب بس فالنهاردة لازم تفهموا ان الباد مانشبت اوصول الادارة في اي فرقة كرة او اي نادي ممكن يودي النادي في دهي طيب ما قاله ميدو انه سيبك بقى من التنفسية مش التنفسية ما التنفسية دي بتنصف الاهلي انه هو النادي اللي بيكسبوه بجدارة وهذا بطولة الدورة ليه بطولة النفس الطويل فهي اعتمده ليقولك مش بس علشان المسألة مسألة ملعب وسكواد قدام سكواد لا لانه احسن فريق اتعامل ب مع الازمات وهو ليه احسن فريق بيتعامل مع الازمات هو الحديث طويل وفيه تفاصيل لكن اقول لك انا وانتو عارفين على فكرة من غير ما اقول لكم لانه النادي اللي عنده دستور في التعامل قيمي بيرشده ايه الصواب في كل موقف فبيتخذ القرار السليم لما تتخذ القرار السليم انت تتخذ القرار العادل اللي ما يقدرش حد يقولك من اللعبة شمعنا دي فتفضل عندك فرقة اهم من الفرد ايوه ويه احنا نعم بالمناسبة يعني احنا التيم وارك الفريق اهم الاهل فوق جميع ابنائه مصلحة الاهل فوق جميع المصالح الضيقة التي تحكم الافراد داخل هذه المؤسسة العريقة اللي بتقدم وبتلهم العالم كله زي ما شفنا ساز ميثم احنا دلوقتي اذا اعتراف وحتى هو له بعد كده لا تقولوا لي بقى الدولة والتحكيم وكسبكم بالكلام ده هو كده الكتالوج اللي ماشي عليه النادي الاهلي انه عمل مؤسسي لا يعترف يعني العواطف اكتر ما يعترف بالنظام اذا هي الادارة وحتة التنفسية نبس اللي هي تعليلة انه ربما البعض يفسرها انه الدور ضعيف فعشان كده في اخر خمستاشر سنة زي ما ميدو قال وحسب الفيفا ما قال انه في اخر خمستاشر سنة الاهلي بياخد الدور اتناشر مرة وازا مالك مرة او والتناشر سنة اللي قبليهم طب ما تيجي اقولك في الخمستاشر سنة دول درجة التنفسية الافريقية ما تطلع لبرا النطق المحلي ايه التنفسية الافريقية في الخمستاشر سنة نفس الحقبة الزمنية اللي تقرير الفيفا السند عليها وعد البطولات المحلية والدوري فيها اللي ميدو تكلم عنه التنفسية القرية الاهلي رقم واحد على افريقيا في الخمستاشر سنة لانه الاهلي في الخمستاشر سنة الاخيرة دي مدة التقرير الاهلي واخد دوري اولا واخد تلاتاشر لقب افريقي تلاتاشر لقب افريقي للآلي في اخر خمستاشر سنة هي المدة الزمنية محل التقريب بتاع الفيفي في الخمستاشر سنة تلاتاشر بطولة فيهم ستة دور الابطال فيهم ستة صوبر فيهم بطولة للكنفدرالية تلاتاشر لقب يجي بعد من الاهلي في دور الابطال مازنبي عنده تلاتة القاب في الخمساشر سنة. الترجي عنده تلات القاب. وكله من والوداد والترجي. واه اه اه او الوداد اه ووفاق السطيف والنجم الساحلي. كل واحد من دول عنده لقب. وزي مالك اول القابه كانت اخر القابه في الفين واتنين. خد لك. لا انا بكلمك على دور الابطال. اه الابطال. دور الابطال. ستة اهلي. تلاتة مازنبي. تلاتة ترجي. واحد صنداونز. واحد الوداد واحد النجم واحد وفاق السطيف. والاهل ستة. اقرب له مازنبي تلاتة الاهل ستة. عشان كده حتى درجة التنفسية القرية يمينه. تنصف الاهل وادارته. واطيح باربع القاب مستحقة للنادي الاهل عن عام. عن عام. اه. كل فاكره مرة ادرامه ومرة مصيبة الوداد ومرة اللي حصل في الترجي. والنجم الساحلي. والنجم. اه? العرجون وما ادركه مال عرجون. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل طيب بعد قرار كهرباء. ايه اللي ممكن يحصل? بعد الفاصل. اهلا بحضر لكم من جديد. خلاصة كل اللي انتو شفتوه من مواقف للنادي الاهلي بتؤدي الى هذا التميز والى هذا التفوق. خلاصته انه انت ما بتتصرفش كده علشان تنجح. يعني انا ما بوقفش اللعيبة وما باخدش القرارات ديت كلها. او الكتب الخطيب ما بيرجعش اتنين لعيبة من المغرب عشان بقيت اللعيبة اللي قاعدة هناك تكسب البطولة. ما فيش ضمانة لكده. ما فيش ضمانة ان دي النتيجة المباشرة للقرار. لا. ما انا ممكن اخد قرار صح. انحاس فيه للقيمة وللسلوكيات. وفنيان معوفقش. مش معناها ان انا افتن بقى منادين اتصرفت صح وما كسبتش. لأ انت لازم ان تتصرف صح. لازم ان تحافظ على النظام صح. تيجي النتيجة الفنية او ما تجيش مش هي دي الفكرة. زي ما كابتن حسن قال لكابتن شوبر انا ما كنتش مفكر في اللي انت بتقوله ده. فهي باستمرار. انت بتتصرف صح. ممكن جدا الظروف تقاتي وتخدم ان المردود الفني يكون كويس بها ده شي رائع. اذا المردود الفني منحشي للقرار ده مش معناها ان القرار غلط. لا. ده معناه ان انت ماشي صح. فالنيا او التوفيق المنافس افضل منك اي ظرف من الظروف اي عقوسات ما تحققش الهدف اللي انت عايزه. ده ما يقللش من قيمة القرار وما يخليش الناس تاخد بالها ان ده غلط. لانه باستمرار انت بتتصرف صح. القالي اوقف لعبه محمود كهرباء لانه اخلب السلوك. يوم السبت عنده مباراة. عنده فترة مهمة جدا. في خلال شهر مدة الايقاف. لكن بيتصرف صح لانه ما ينفعش يحصل الا كده. ويكون مردود حتى في سمعة الاهلي. احنا شفنا النموذج العربي لكابتن مايثام عادل. النموذج الافريقي. كابتن احمد شوبير كان معاه على الهاتف داني جوردان رئيس اتحاد الكرة في جنوب افريقيا باشموندس. سألوا عن الاهلي بالذات في زوجود موسيماني. تسمع داني جوردان؟ نسمعه. تاني. نشوفه تاني. نسمعته تاني. ده عايز بس الاول اخذ انطباعك عن تواجد بيتسو موسيماني في مصر كمدرب ومدرب لواحد من اكبر واهم الفرق في المنطقة كلها النادي الاهلي. هذا الانطباع عندكم معنى ايه؟ نحن في غاية السعادة حقيقة عندما جاء اليوم الذي ايضا اه خاصة عندما لعب الاهلي في كأس فيد الابطال في الافريقيا وتحت قيادة موسيماني امام الزمالك و وفاز النادي الاهلي باللقب و وانتهت المباراة بفوز النادي الاهلي ومن ثم اعتقد بان النادي الاهلي فريق متميز ولاعبه متميزين واتمنى له كل التوفيق والتقدم وخاصة بعد فوزه بالميداليا البرونزية في كأس العالم للاندية. هل اصبحت شعبية الاهلي اكبر الان في جنوب افريقيا وهل تبعتم كأس العالم للاندية؟ الجميع يعلم من هو النادي الاهلي الان في جنوب افريقيا بالطبع لان النادي معروف جدا النادي الاهلي ولديه هذه الشهرة الكبيرة وخاصة مع وجود بيتس والان ازدادت شعبية النادي الاهلي بين جنوب افريقيين وبشتورة اكبر وبالتالي اعتقد ان النجاحات التي حققها موسيماني تؤكد بما لا يدعو مجالا الشك بان النادي الاهلي هو نادي القرن ونادي القارة الافريقية على الاطلاق تلك النجاحات التي تعكس هذه المهارة والى عقلية اللاعبين وقوة النادي الاهلي في القارة الافريقية وايضا عندما فاز الاهلي على بالميرس وفي دوري ايضا كأس العالم من الاندية ووصل الى هذه الدرجة من الاحترافية وانما كان يمثل ذلك درسا لكرة الخدم الافريقية بين اندية العالم على الاطلاق نفس الكلام اصداد افراهيم نفس الكلام تسمعه من ميثم تسمعه من داني جوردان الاهلي وقيمة الاهلي ومؤسسية الاهلي وشعبية الاهلي وحسن تمثيل الاهلي لقارة افريقيا وكلام كله عن قيمة النادي الاهلي وقيمة مدربه وازاي انه عمل نقلة نوعية للمدرب الافريقي على مستوى العالم لكن الخير بما يشهد به منافس ما تقدرش تقول انه هو بيحبك او ما بيعني طول عمره شايفك انك انت زم الناس كلها بتقول لا انت واخد اكتر من حقك شوفت ساعة الجد بيقول ايه احمد جمال كل المدربين المصريين دائما وابدا ما بيقعوا في فخ النادي الاهلي في اللحظات الاخيرة لان بصراحة شديدة جدا ومحدش يزعل مني من اي مدرب بيقدر يوصل مع النادي الاهلي الى نتيجة التعادل او الفوز في اللحظات الاخيرة انا اسف جدا في اللي اقوله ما بيعرفش يتعلم من دروس اللحظات التاريخ في لقاءات النادي الاهلي والنادي الاهلي وشخصية النادي الاهلي وانا اتكلم بصراحة شديدة جدا في ظل غياب عبدالله السعيد عن النادي الاهلي وفي ظل غياب شريف اكرامي واحمد فتحي وحسام عشور ورمضان صبحي وفيه غياب وليس سليمان للاصابة وفيه غياب علي معلول للاصابة وفيه غياب نجوم النادي الاهلي لاسباب فنية او لرؤية فنية من قبل مسيماني يفوز النادي الاهلي دي الثقافة بتاعتهم اللي بيدخلوا على اساسها بيلعبه في النادي الاهلي تتطفق مع بعض الامور تختلف انا بتكلم دلوقتي على شخصية الفريق شخصية الفريق البطل نفس اللعيبة اللي في النادي الاهلي اللي اللي هي كانت موجودة وكان منه محتياطي في النادي الاهلي او كانوا نفسهم يروحوا النادي الاهلي النهاردة بيلعبه اساسي محمود واحد بيلعب اساسي النهاردة في النادي الاهلي افشة جاي من امبي ومن برامدز ومن تجربة ان هو يجي يبقى نجم النجوم في النادي الاهلي محمد هاني السلية جمع الاسماعيلي اجايير ايا كانت الاسماء اللي بتلعب محمد شريف جاي من امبي ايا كانت الاسماء اللي بتلعب طاهر محمد طاهر جاي من المقاولين هو بيخش ينخرط في السيستم اللي معمول السيستم ده أصلا هو فلسفة النادي هو شخصية الإدارة اللي موجودة هو مدير كورة هو الفرقة متفق على كده هو في لعيبة بتقول احنا رجالنا نزيل ناخد الثلاثة بونط هينزيل ناخد الثلاثة بونط وربنا بيكرم على قد النية وعلى قد اللي انت نفسك تعمله لإسعاد جمهيرك هو ده السيستم وهو ده الأهلي وهو ده النظام وهو ده الاعتراف في لحظة صدق ما هو ده الجميل في الموضوع يعني انت تفضل تسمع يعني مكابرة ومهابرة واتهمات بطاعة لكن لما تنتفي علاقة وضغوط العلاقة تظهر الحقيقة هي دي تظهر الحقيقة الجلية اللي تنصف الأهلي من الزميل أحمد جمال بهذا القدر وسيستم الأهلي ونظام الأهلي يا كيف تكر كده بعدين بس هو ده النادي الأهلي يا جماعة هو ده النادي الأهلي ولازم أن تفخروا أن أنتوا أهلوية ولازم أن تساعدوا أنه النادي الأهلي منذ منباته حتى اليوم ينحز للقيمة والقيمة والمبدأ اللي بيحققوا كل المكاسف إن شاء الله تعالى كل التوفيق التسعى مساء السابت للأهلي أمام فيتا الكنغولي الأهلي عنده 3 نقاط متساوي مع فيتا مباراة رائح جاي يعني هنلعب مع فيتا ثم نسافر بعدها عشان نلعب فيتا هناك يا رب بإذن الله تعالى كل التوفيق للنادي الأهلي دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله أسبوع الخير